إنها واحدة من القرى الجبلية النائية بضواحي ملشيل والتي ارتأ بها مجموعة من الشباب المعطل الانخراطة في مشروع لتتمين منتوج التفاح مشروع يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لهؤلاء الشباب واحد الفلاحة لقوا مع من يتعاملوا باش يخسروا باش يخسروا باش يشارع الحمد لله واللينا كان كيتفعوا للتعاونية وكيستفدوا من ذلك الشي باش يطيعوا من قبل والحمد لله هات الشي مشاف في التقدم وما زال نشي على الله هات الشي يمشي لقدم إن شاء الله مشكلة عندنا هو البعد المنطقة من المراكز الكوبرة للمدن وترانسبور وده بارا كنسوق المنتوج دي لنا في المعارض كيوصل لطل البطال في السيبير مارشي وفي الطانجة وفي الرباط المشروع ساهم في تحقيق موارد مالية أنست الشباب مشاكل البطالة من خلال إقامة هذه الوحدة النموذجية بالمنطقة كانوا فرو ما يناهز 200 يوم عمل في السنة والإنتاج يصل حتى إلى 20 حتى 25 ألف طن في الإنتاج ومن هنا القدام إن شاء الله سيزيد نسع ونجد فرص شغل للشباب المنطقة الكل هنا بالقرية يراهن على نجاح المشروع بالنظر إلى دوره في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة